مريم المجدلية وقد خرجت منها سبعة شياطين واتبعت يسوع مع نساء أخريات قمنا بخدمته وبقيت ملازمة له عند صلبه وكانت أول من رأى يسوع القائمة من بين الأموات وتلقت منه مباشرة مهمة الإعلان عن قيامته هنا في الأرض المقدسة نجد أماكن مرتبطة بهذه الشخصية الإنجيلية لعل أبرزها القبر المقدس على بعد حوالي 200 كم من القدس تقع قرية المجدل التي عاشت فيها مريم المجدلية ففي هذه القرية اكتشفت مؤخرا آثار بنائنا تعود للقرن الأول الميلادي هنا على دفاف بحيرة طبرية بنيت كنيسة تستحضر ذكر لقائها بيسوع وهنا في عيدها المبارك يحتفل الأبث مثيميان بقداس إلهي وحضر القدس المكرسة لها محبون ما زالوا يتعلمون منها عرفت مريم المجدلية منذ طفولتي فقد كان ثمة وفاء كبير لها وسط عائلتي واليوم بفضلها هنا في المجدل نحث على قرامة النساء وشفائهن الروحي والعقلي والبدني من خلال الصلوات التي تتلى في هذا المكان ذات ليلة خلال الصلاة فهمت سيرة حياتها التي فتنتني تماما ومنذ ذلك الحين قررت السعي لاكتشاف المزيد عن تفاصيل حياتي هذه الكديسة وأدركت أن قصة حياتها غنية جدا وهي مثال لجميع المسيحيين هي أيضا مثال يحتدى بالنسبة إلى جميع النساء اللواتي أحببنا يسوع وتمنينا الإعلان عن هذا الحب للعالم أجمع الاحتفال بعيد مريم المجدلية هنا في المجدل في هذا المكان الذي ولدت وعشت فيه مناسبة خاصة جدا فحبها ليسوع مثال يحتدى بالنسبة لي وهي مثال امرأة تعيش حالة حب مع يسوع شكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة